نتنقذ الموضوع التالي او طرح المتجهات في حقيقة طرح المتجهات هي عبارة عن من جامع المتجهات مثلا لما بقول المتجه A ناقص المتجه B ده عبارة عن المتجه A زائد المتجه B او المتجه B زي ما شرحنا قبل كده لو المتجه B اتجاهه كما بالشكل السالب بتاعه هو متجه مساوي له في المقدار ومعاكس له تماما في الاتجاه راحنا بعانيا بنرسم المتجه A وبنضيف عليه مينس المتجه B بينتج لي حاصل الطرح المتجه C اللي هو A ناقص الب كيفية ضرب او اسمة المتجه بكمية قياسية The result of the multiplication or division of a vector by a scalar is a vector بينتج لي كمية متجهة The magnitude of the vector is multiplied or divided by the scalar هي قيم اتفاقة المتجه اللي بتتأسم او بتضرب على الكمية قياسية لكن في مرحوصين مهمين If the scalar is positive The direction of the result is the same as the original vector لو بضرب المتجه في كمية موجبة بينتج لي متجه في نفس اتجاه المتجه الاصلي إنما لو الكمية القياسية negative The direction of the result is opposite that the original vector لو الكمية القياسية سالبة اللي انا بضرب فيها المتجه او بأسيم عليها بينتج لي متجه عكس المتجه الاساس نتنقل بعد كده لمركبات المتجه The component of the vector المتجه بتاعنا ممكن يكون في اتجاه واحد او اتجاهين اللي احنا بنسميه المستوى زي الحالة الموجودة قدامي او في الثلاث اتجاهات يعني في الفراغ The component is the projection of a vector along an axis لو عندي متجه في المستوى وليكن xy زي الحالة ايه بنقول المتجه له مركباتين قيمة على الاكس على محور الاكس بنرموز لها ax وقيمة على محور y بنرموز لها ay يبقى له متجه في الاتجاه x ومتجه في الاتجاه y ازاي احدد قيمة الاكس او الاكس component The x component of a vector is the projection along the x axis هو مصقة المتجه على محور الاكس ومن استخدام الرايت انجلر The x component of a vector is the projection along the x axis بنلاحظ ان ax بتساوي a cos theta The y component of a vector is the projection along the y axis ay تساوي a sin theta This assumes that the angle theta is measured with respect to the x axis طبعا ده فرض ان الزاوية theta لابد ان تكون مقاسة مع محور l x The components are the legs of the right triangle whose hypotenuse is the length of a اللي هو الوطر بتاعه يمثل لقيمة المتجه a بحدد ازاي قيمة المتجه من المركبات طريقة العكسية ان magnitude of the vector a ايساوي الجزر التربيع ax تربيع زائد ay تربيع زاوية المتجه theta تساوي 10 minus 1 ay by ax may still have to find theta with respect to the positive x axis بنفكرك ثاني ان انت لازم تكون ايس الزاوية theta مع محور l x ده في حالة المتجه لو في مستوى المتجه بتاعي ممكن يكون في الربع الاول لو في الربع الاول يبقى x positive y positive لو في الربع الثاني هيبقى x negative انما y positive لو في الربع الثالث x negative ايضا y negative الربع الرابع x positive و y negative unit vectors او متجهات الوحدة ايه هي متجهات الوحدة a unit vector is a dimensionless vector with a magnitude of exactly واحد هي متجهات dimensionless ليس لها ابعاد ولا وحدات وقمتها الواحد الصحيح بنرمز لليونت vector i j and k وبتستخدم اساسا لتحديد او الاشارة الى الاتجاهات ال x ال i وال j يشير لي ال y وال k يشير الى z تذكر ان قيمة ال i magnitude of i بيساوي magnitude of j يساوي magnitude of k يساوي الواحد الصحيحة unit vectors and vector notation ممكن بقى نكتب المتجه باستخدام unit vector لو عندي متجه في ال x y بقول ان المتجه a هيساوي ax وركبت المتجه في اتجاه x وبكتب مجاور له unit vector i زائد a y j ده معناه ان المتجه في اتجاهين ال i وال j وفي الربع الاول لان ال i موجب وال j موجب الفلاش ده بيوضح لي مثال على unit vectors متجه في ال x y لو مثلا حطت ال a y لثلاثة وليكن ax يساوي اربعة بينتج للمتجه c وهو axi زائد a y j وحسبنا قيمة c تنتج خمسة باستخدام قانون magnitude magnitude تساوي ax زائد a y تربية تربية